هنروح لتصريح كابتر ردع بعال قبل ما اتكلم على تصريحات كابتر ردع بعال على ميدو وعلي تمام؟ انا دايما بحب اشوف المواضيع يعني بحب كده اشوف الاحداث ماشي ازاي واحب اشوف ايه الكواليس والحمد لله انت عارفين انا ما بسكوتش يعني ولسه لسه كمان يعني هتابع معا عارفين شايفين المدفع كابتر ردع عبد العال بيدافع على محمد صلاحلي انا اقول لكم بأخدوا من الموضوع محمد صلاح يعني يعتبر هو ماضي عقد مع احدى الشركات الكبرى الشركات الكبيرة جدا والاسم كبير جدا ومن الشركات المحترمة من ضمنهم من ضمن ردع عبد العال ماضي معاه انا بقول لكم هو محمد صلاح ماضي مع احدى الشركات الكبرى ومن ضمنهم كابتر ردع عبد العال ماضي مع نفس الشركة دي كان emple day على مسؤولات الشخصية فمن ضمن البنود اللي موجودة في العقد هو شخصيا ما ينفعش يتكلم على محمد صلاح هو نفسه ما ينفعش يتكلم على محمد صلاح لأنه لو يتكلم على محمد صلاح العادي يتفسخ تلقائي خلاص يعني معناها من الآخر إنه ما فيش فلوس ولا فيه أي حاجة وخسر مادين ده بقى القصة كلها إن كابتر ريد عبد العالب قال اللي هو داخل في موضوع الوطنية إذن الموضوع إنه هو بيدافع عن محمد صلاح مش عشان سوادعينين محمد صلاح لا هو بيدافع عن محمد صلاح عشان خاطر إنه فيه مصلحة مادية بسبب شركة معينة شركة رعية هي دي المصلحة كلها على السنة لقيت بصراحة قتالك وبتموت نفسك وتصريحات وتهاجم دوته وبتتكلم عليها وبتتكلم على ميده إذن أنت مش بتدفع عشان خاطر محبتك في محمد صلاح لأنك إنت طبيعي أصلا عمرك ما بتدفع عن حد وعمرك ما بتتكلم على حد لعيب كويس وعمرك ما تكلمت على لعيب سواء سابق أو حتى حالي عمرك ما تكلمت عليك كويس إبقى مين اللي بنفسي ومين اللي بتكلم على محمد صلاح عشان خاطر فيه مصلحة مادية وأنا هقول لك لو تكلمت كلمة على محمد صلاح العقد راح عليك والفلوس راحت عليك إذن الموضوع المصلحة مصلحة مادية فما تجيش تزايد على الناس ولا تزايد على الجمهور ولا تزايد على اللعيبة ولا تزايد على حتى لعيبة لعبة منتخب مصر واللعيبة احترفت برة لأنك إنت بعيد عن الحتة دي إنت ولا احترفت برة ولا لعبت منتخب مصر وإذا ملت لك قبل كده كان آخرك ربع ساعة في الملعب فطبيعي أن إنت هتقاتل بحاجة زي كده بس إنت مش بتقاتل عشان خاطر محمد صلاح بس إنت بتقاتل عشان فيه مصلحة من محمد صلاح انا لما اتكلم ما بتكلم على محمد صلاح او اي زمي اللي بيتكلم على محمد صلاح فبيتكلم محمد صلاح عشان بيتكلم على منتخب مصر انا ولا ليه مصلحة مع شركة ولا شركة راعية ولا ليه مصلحة مع محمد صلاح رغم ان انا بحترمه جدا وبحبه جدا واتكلمت عليه يعني من حوالي 8 سنين من قبل من بداية الشهرة بتاعته ومن بداية الصعود بتاعه ده ومحدش بيبص دايما لان هو جيل بيسلم جيل واللي دايماً اللي عنيه مليانة عنيه مليانة دايماً كده اللي هو لعب منتخب مصر واحترف وخد بطولات فعمره ما هي نفسي ولا هيحكد على حد لان في الاخر خلاص انا مش اخد زمني وزمان غيري فدي بس عشان ايه افهم للناس ايه سبب هجوم كابتر ردع عبد العال علينا والدفاع عن محمد صلاح لو محمد صلاح ما فيش بينه ما بينه وبين مصلحة كان ممكن يخش على فكرة في الموضوع عشان برضو الناس تفهم والكلام ده على مسارية الشخصية